أكد المهندس طارق الملة وزير البترول أن مصر وصلت بالزيادة إنتاج ثلاثة أضعاف ما كانت تنتجه من الغاز في حقل ظهر الذي بدأ في شهر ديسمبر الماضي لافدا إلى أنه بحلول أغسطس المقبل سيتم إضافة كميات بحيث تصل إلى ملياري قدم مقعب من الإنتاج يوميا مما يقرب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل حلول نهاية العام الحالي وأضاف وزير البترول أن زيادة الاكتشافات في منطقة الشرق البحر الأبيض المتوسط أصبح من المهم معها أن يتم تحويل هذه الاكتشافات إلى إنتاج وقيمة مالية وأرباح مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يغير منتج ومستثمر هذه الحقول هذا الكشف إلى إنتاج ويمتلكون القدرة على تسوقه إلا في حالة وجود بنية تحتية